الحاجة الثانية للاتزان الأسري اللي لقيتنا بقى بأسرتي أنا شايف إن احنا لازم يبقى رمضان عنده شعار رمضان باب التوافق مع الأحباب يعني إيه؟ زي ما كان الناس بيخلصوا على خلافتهم في رمضان احنا عايزين يزود التوافق في الأسر ولزي كان عقول حاجة خلينا نعود على الفطار طبعا نعود ربع ساعة وإحنا بنتكلم على الفطار للتقارب ربع ساعة قاعدين على الفطار للتقارب أنا بقترح اقتراحات بسيطة لأن أنا بقول أفكار يبقى ملف في الأسرة ده أنا عايزين نتكلم إحنا مع بعض في الأسرة ربع ساعة وإحنا بنتكلم على الفطار أنا نصحتي ما نشاهدش حاجة قد ما إحنا نتكلم نتكلم في إيه؟ هنتكلم في حاجة لطيفة قوي قوي عن نتكلم فقد إيه احنا محتاجين بعض أقد إيه احنا محتاجين نحب بعض نقول لبعض كلام حلو ربع ساعة طب أقول لكم كده ليه لأن انتوا فاكرين الحديث tweak رسول الله عليه وسلم أن الطاعة في رمضان الطاعة في رمضان ما له يسدي الطاعة في رمضان قال الفريضة في رمضان كسبعين فريضة في ما سواه والسنة في رمضان كفريضة في ما سواه اكتروا بقى ايه هذا انتوا منظورين دلوقتي فإيه اللي حاصل اكتروا الكلام مع بعض الكلام الحلو فاعبودوا الله بالكلام الحلو كل يوم واحد ييجي يقول تعبيره عن قد ايه هو بيحب أهل بيته وقد ايه هو بيحتاج ان هم يبقوا جنبوا دايما هتجد حاجات حاجات كثيرة بتدوب وبتذهب وما تبقاش موجودة في محوط الأسر وإيه اللي حاصل يبقى كده كلكم راعن وكلكم مسؤولين عن رعياتي يبقى دون نوع من أنواع الرعاية وخاصة انت بان اخترت لحظة وقت الفطار ليه عشان وقت الفطار ده منظور ممكن احنا داخلين على الفطار ان الصائم له دعوة مستجابة عند الفطار فيدعوه اهله احبابه نيجي بقى للعمل عايزين في العمل بقى عندنا هدف في العمل في رمضان وافضل وقت ممكن نستهدف بيه ده ان نتخلص من فكرة ان العمل عيب نتخلص من فكرة ان العمل عيب ازاي؟ بحاجة بسيطة اول بفلسفة الخدمة ايه فلسفة الخدمة دي؟ اننا اساعد حد من الزملاء كل يوم واتدول مع المعلومات والمعرفة يعني اقول له على حاجة بقوة مش يقدر يعملها يعملها دي هاي دي صدقات في رمضان ربنا يجعلك الفريضة يبقى انت لو عملت الكلام ده هتحس بطعم جديد لرمضان هتحس بطعم ان انت تغير حالك في رمضان تحس ان قلبك تغير في رمضان يبقى اول حاجة انت وذاتك خلي بالك من الاتزانك الصحي ونخلي بالنا من ادويتنا ونخلي بالنا من الحاجات ونبالك في الاطعمة لان رمضان ده لازم نشكر نعمة ربنا على الصحة بان احنا نكون عندنا اتزان صحي وفي نفس الوقت عندنا اتزان نفسي قلنا ناخد عشر دقيق خلوة كده قبل الفطار مع الله سبحانه وتعالى وبعدين جينا في الاسرة قلنا نزود الكلام الحلو نقعد ربع ساعة على الفطار نتكلم مع بعض ازاي احنا بنحب بعض وممتنين لبعض وده شيء مهم جدا جدا على الفطار تالت حاجة كان الكلام على العمل واننا نتخلص من فكرة العمل بالخدمة كل يوم اخدم حد بقلب صافي وتبادل معه المعرفة لو قررت حاجة في ادارة اي ملف من ملفات قل له الكلام ده نيجي بعد كده لعلاقات انا شايف ان انت في رمضان عندك فرصة ان انت يبقى عندك هدوء نفسي قيم علاقاتك وزي ما بتصوم وبتمسك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج تخلص كمان من العلاقات المسمومة يعني انت في رمضان لو انت عندك علاقة مسمومة بتستهلكها تخلص منها زي ما تتخلص من السجاير وزي ما تخلص منها تخلص من علاقات المسموم تخلص من علاقات اللي فيها خيانة تخلص من علاقات اللي فيها أزية تخلص من علاقات اللي فيها لف ودوران تخلص من علاقات دي تخفف هتقدر اللي خليك قدرت تتصوم هخليك تقدر تتخلص من علاقات دي ومن حسن استنام المرء تركه ملاعني رمضان ده شهر ايه فإنه لي العلاقات المسمومة دي تأخذك من الله فإذا كنت تريد أن تكون مع الله وتكون لله وحده سيبك من علاقات المسمومة نيجي مجال الخامس وملف الخامس في حياتنا هو ملف المستقبل عايزين نزود التفاول عايزين نزود التفاول والأمل بأن احنا نعيد صياغة أهدفنا وأحلامنا في كل ملف من ملفات كل خمس ايام نأخذ ملف أنا ملفي مع ذاتي والله أنا ناوي إن شاء الله أنه أنا أخذ رسالتي أعملها في رمضان شمعنا في رمضان زي من نخرج زكتنا في رمضان نخرج أحلامنا في رمضان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرا رمضان ده شهر مبارك فعشان كده خرج أحلامك في كل ملف ملف ذاتك وملف أسلتك وملف العمل وملف كمان الإعلقات وملف المستقبل وملف السعادة كل خمسة أيام حط راجع وصيغ أهدافك في رمضان عشان تكون مباركة بأنوار رمضان